هل يجوز إحراق الشعر والأغافر؟ علي بارك الله فيك الجواب نعم يجوز إحراق الشعر الذي قصه الإنسان أو حلقه وكذلك الأظفار التي قلمها مثلاً يجوز حرقها بل بعض العلماء ينصح بدفنها والحرق مثل الدفن فما دام أنه ما يؤذي ولا يسبب بروائح كريهة أو تحرقها في مكان مسموح فيه مثلاً يجوز ولو دفنتها أيضاً فمن فصل عن الإنسان مما له يعني الانفصال كالشعر والأغافر هذا يعني يطرق عليه العلماء بأنها غير محترمة يعني ما تكون لها شيء معين يفعله الإنسان يرميها ولا يحرقها ولا يدفنها بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر